قال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش قد يجتمع قريبا مع ممثلي روسيا وأوكرانيا في تركيا في محاولة لتأمين تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود وأوضح الدبلوماسيون أن المحادثات أحرزت تقدما كبيرا بما يكفي لكي يتفاوض جوتيرش مع موسكو وكيب مباشرة ربما الأسبوع المقبل